السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد معي في قناة انتمنى تكونوا كاملين بخير و على خير ان شاء الله اليوم سنشارك معكم هذا الوصف الرائع عدد للشو و كذا الكليزي كلاغ بالكراكلان يعني بهذا الطبقة المقرم شاكي بحلجة الباتيسري و صراحة يجيو احسن و بمكونات اللي متواجدين في كل بيت بطريقة مبساطة و بكل احترافية و اول حاجة نبدأ بها هي الكريم باتيسيار فانا وجدتها ليلة قبل باش نخفف عليها شوية الخدمة و نربح شوية الوقت نحتاجه كاس و مص شوية وافئ الحليب مايو عديل 4 لتر يعني 250 ميلي لتر عندي ثلاثة ديال الصفر للبيض جوج المعالق كبار عمرين السكر مايو عديل 50 جرام جوج معالق كبار معامرين شدماء مايو عديل 25 جرام و عندي عود ديال الفانيلا فإذا لم تفرش عندكم ممكن استعمال الفانيلا السائلة أو السكر الساشي ديال الفاني جوجو إلى ثلاثة و نبدأ وعلى بركتي الله في كسرنا نفرغوا الحليب نضيفوا العود ديال الفانيلا نبدأ باقي في أثناء هذه وهنا نضيف المصصف و نضيف المصصف على حكاً و نضيف المصصف حتى يناسب جدًا نضيف ماء جيدا نضيف ماء جيدا نضيف ماء جميع العناصر نضيف ماء جيدا نضيف حليب كامل اضيفه تدريجيا او اضيفه بحالي تختصره قليلا في المراحل فبالنسبة لعودة الفانيلا استعملت كرميش وضعه ليلى مع السكر في القرعة السج وضعه في طحانة الكهربائية وضعه سكر الفانيلا بعد نفرغ الخليط وضعه على نار متوسطة مع التحرك بطبيعة الحال فهي ضغيه خصوصا من القاعدة اضيفه نسمى الحرق فمن الأحسن نبقى وحدها مع التحرك فهذه المقادير تحتاج كمية قليلة اذا اردتوا ترطة كبيرة لا تضعف المقادير فهذه الوصفة هذه ناجحة انا متأكدة إلا جربتوها ستكون محتمدة عندكم لا تبقى تستغناء عليها نهائيا سواء في الطرطات او في الشو خصوصا انها تجي عقدة في الشو هناك تقطع طرطة او في الشو ستكون مواقفة أقدام نحبس الكريمة نحبس الكريمة نحبس الكريمة نغطيه من الفوق اضغطيه ليلة كاملة نحبس الكريمة نحتاج 25 جرام الزبدة 30 جرام دقيق لبيض الفرس 30 جرام سكر البني في يناء أو زلافة نفرغ ثقائق مع السكر والزبدة نحن نخلطها جيداً بأطراف الأصابح حتى تجمعنا جيداً و تشكل لنا هذا المرحلة لا تدرسي ممكن استغناء عليها ممكن تعودها مثلاً بالكلاسج سواء بالفندون او بلا غاناش و شوكولة او بلا غاناش و كرامل او غير شوكولة فكيف يبقى لكم الاختيار سوف نأخذ الوراق السبدة سوف نخدم العجينة بين جوجة الوراق كيف ترى القوام سوف نتلقى العجينة كيف مبين في الفيديو و السمك يكون رقيق هذا هو السمك كيف مبين في الفيديو نحتفظ به في المجمد الوقت اللي سوف نخدمه في الباطاشو بالنسبة للباطاشو الناجحة سوف نحتاج مرش دقيق 70 جرام نصف كس وافي 100 ميليلتر جوج بيضات تقريبا جوجة المعلق كبار الزبدة 50 جرام جوجة المعلق صغار السكر وقبصة الملحة في كاسر وعلى نار متوسطة سوف نضع الماء مع الزبدة سكر وحبان سوف نضع الملحة الزبدة فضاء وعلى الزبدة اصلاح بالنسبة للدب وبرحة الفقاعات في الخلط نقص نحب ومعها القضية الخشب فكتلاحظوا ان العجينة تبدأ كتتجمع فما غاديش نحبسوا من التحراك حيث خصنا نخرجوا من هادا كل ما كامل يعني غادي نبقا ونخدموها مع التحراك فقعافيا مهيلة غادي نخدموها هكذا مدة دقيقة تقريبا نحبسوش نهائيا من التحراك ونلاحظوا بان العجينة دينا ما كيبقاش فيها الماء يعني كتنشف من ذك الماء فدروري من نشفو العجينة سينو ما غاديش تصدق لنا لاباتاشو يعني هاد المرحلة مهمة سفي هناك اللاحظ بان العجينة انشفات سوف نطفع البوطة واندوزوا باش نضيفوا البيض وحدة بوحدة سوف نضيفوا البيضة اللولة كاملة ونخلطوها مزيان حتى تندمج لنا مع الخالطة ونضيفوا البيضة الثانية ونخدموها بنفس الطريقة حتى تندمج لنا مع العجينة سوف نحصلوا على واحد العجينة التي تكون كتلصق هذا هو القاوم هذا هو القاوم هذا هو القاوم من بعد ما جمعت العجينة سوف نشفوا القاوم تكون كتلصق أميزة ونضيفوا البيضة كينين كبار كينين مطلسطين و كينين صغار الكبير يجب أن يكون كبار المطلسط هذا هو القياس وغير و كين صغار يجب أن يكون الميني هذا الكبير سوف نقوم بقياس و هذا هو القياس و هذا هو الأمر سوف نستعمل أخذ الصينيات التي تدخل الفران نسق الورقة بشوية المبات لن تحرك لنا من نكونوا كنخدمه طريقة البوشاجرها واضحة في الفيديو فضروري لا تجد العجينة نقف البوشاجر ونحبس نت نعود معكم واحدة اخرى فالقياس الزي كلير معروف هو 12 سنتيمتر سوف نكمل هذا حتى ننتهي من الكمية أو العدد اللي حاجتنا به وهنا سوف ندوز باش نوريكم بالنسبة للشو فاستعملت البلاك ديال الماكارون هذا البوشاجر الأول هدو ما كيف مبين وهذا البوشاجر الثاني اللي يعجبني أنا كيجيني سهل وكيجوني كامل قد قد نخرجوا الكراكلن ديالنا من الكنجيلاتور عندما كيف تلاحظوك يتحيد بكل سهولة باشي باشي خصنا نخدموه بنجوش الورقة ناخدو شي مرشام أو لهاكده البوك باش يجيني شكل نفسه تقريبا دونك غادي ندرو هكدا وغادي ندوز مباشرة باش نحطوهم فوق ليشو وفوق ليشو وفوق ليشو غادي نضغطو عليهم لجرمو يعني ضغطة خفيفة كيف مبين دابة في الفيديو وغادي نتاهي وكندخلوا الصينية الفران اللي مسخن مسبقا على 180 درجة من 20 إلى 25 دقيقة وغادي نكملو بنفس الطريقة مع الزي كلير واحد النقطة مهمة بالنسبة للفران فاقلت لكم من 20 إلى 25 دقيقة بالنسبة للشو وبالنسبة للذي كلير من 25 إلى 30 دقيقة وغادي ندخلهم الفران اللي مسخن مسبقا حتى 180 درجة بالنسبة للشوت اللي كيبقى وراها نعودو نخدموهم فهد الكيميات اللي اعطيتكم راكا تجي حدوقته سواء في الكريمان سواء في الباطاشو سواء في التخاتلان وهدو هما اللي ذي كلير من بعد ما خرجناهم الفران هاتو ما شوفو كي يجيو هدا هو القياس أنا اللي بغيت فكيف قلت لكم بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار كيبقى لكم الاختيار هاتو اللي شو من انك نخرجوهم حتى هما من الفران كي يجيو غزالي المحمرين وانتو ما عقد كي يجو من تحت غادي نخليو كل شي حتى يبرد عد ندوزو باش نكملو الوصفة فكيف سبق لي وقتلكم ضروري حتى يبردو عد نخدمهم هاتو ناخدو واحد القطيب أو الكوردون وغادي نتقبو من تحت الأكل كيف مبين دابا في الفيديو الكرام باتيسيا نوضعها في جيب الحلواني ووضع واحد البوق اللي يرقيق لكي يسهل لها نعمر تقبة الأولى ندوز نعمر تقبة الثانية وبالنسبة الثالثة من انك تبدأ تخرج الكريمة خسني نحبس يعني راع عامرين وبالنفس الطريقة ندوز باش نعمر ليشو نتقبهم نعمرهم نضعهم في الثلاجة حتى نريد أن نقدمهم وهذه هي النتيجة لشو يكون خوين من الداخل الكريمة كتكون من السما بالفانيلا القرمشة الكراكلة من كلكمش الصراحة كي يجي وراء يعني تمنى تجربوهم وطرقوه وكان هذا هو الفيديو اليوم نتمنى يكون ونكون خفيفة على قلوبكم نخليكم مع بعض الصور ونقول لكم إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر